أول شيء مساء الخير عليكم ومساء الخير علي المشاهدين الكرام وكنت من التوفيق والنجاح والسعادة لكل كيشو هذا الفيديو هذا نشكركم على التفاتي الجميلة من خلال منبر شوف تيفي كيف ما كنت تشوفو حاليا هذا اللمسات الأخيرة دي الألبوم دي اللي هو طربيات وعلى اسمته طربيات لأنه فيه غير طراب يعني فيه أشيء ليه طرابية محضة لأصلا الجمهور المغربي اللي بطبعه هو سميع وراقف الدوق ديرو في الحاجة إليه هذي مشي أعمال جديدة أكيد هذي عمل عن دم وليها إنما أنا كنت أحاول نحيا بطريقتي أكيد مع المحافظة على حقوق تعليف دي الأصحاب هذي الأعمال هذي موضوع دي اللي مع منت عملت وتعمت مع التوزيع مع شركة سما مصر صوت القاهرة اللي أيضا كنت أشكرهم على هذي الشراكة الجميلة واليوم اللي غادي قوموا بتوزيع ديالو في أنحاء المنوكة المغربية الكم كبير جدا من الأعمال الطرابية اللي ممكن أنه نديرها ولكن أكيد الألبوم عنده واحد المساحة مؤينة خسرت بعض الأعمال اللي ستطرب ومكلتهم القلبي عشاء كل جميل اللي هي أغنية دينية في حد داتها خسرت أنت عمري اللي ينزاف الناس كتعجبون أيضا خسرت بعض الموويل الخطرة أنه من خلال الانترنت بزاف دي الأصدقاء دي لبزاف دي الفان اللي كانوا طلبوا مني أنه نغني الموويل فخسرت بعض الأعمال مثل لما أنا أخو قبيل الصبح عيسا ومو عدم حالة بسوري خمرة الحب أيضا من الأعمال اللي كتطلب لي في جل المناسبات الفنية والحفلات أيضا يا حلوتي الدنيا ما منك زوج العملاق الكبير الفنان سيد عبدالها دي بالخيات فهنا كان هناك واحد الكم جميل جدا من الأعمال اللي هي أكيد طرابية محضر ديو كان غير واحد الالتفاتة أو واحد الإطلالة في واحد اللون المعين اللي هو اللون الشعبي دينا يعني أكيد حنا كنا نعتزو بالعيطة المغربية كنا نعتزو بالشعبي دينا المغربي اللي أكيد عنده واحد شريحة كبيرة من الجمهور المغربي فحاولت أنه نغير واحد الإطلالة في هذا المجال هذا ولو أنه كان بعض الناس اللي يعاتبوني يعني اللي تعودوا لي أنه يسموني في الطراب في الموويل في الأشياء اللي هي طرابية محضر لكن أكيد نبغي نوضح له من خير لهذا اللقاء وأنه رأيضا كان واحد الجمهور اللي يحتاج مني أنه ساعة ساعة نغني لي واحد اللون كي يبغيه لأن هناك الناس اللي يبغوا الرومانسي هناك الناس اللي يبغوا الأشياء اللي هي ممكن سريعة فيها إقاعات شعبية وإيضا الطرابي عنده واحد لما كان كبير عندي في حياتي الفنية مشكلتيني في حياتي مشكلتيني في ذاتي مشكلة معاك نجلس حدك مشكلة نحكي وياك مشكلة نخوي قلبي مشكلة كيف ما درت معك مشكلة مشكلة معاك استمعوا الجديد ديالي أكيد على قناة شوف تيفي معكم حاتم إدار شكرا